ويؤكد هنا بأننا ماضون بلا هوادة في هذا المسعى لدعم المكاسب التي تحققت في بلادنا خلال سنوات الثلاثة الأخيرة إذ سيظل عملنا في تحسين عيشة المواطن تحسين مستمر ويبقى في صدارة الأولويات الملح التي تشمل كذلك ترقية أداء المرافق العامة وتحسين الخدمة العمومية ومواصلة رفع العراقيل عن الاستثمار واستعادة العقار غير المستغل والدفع بالقطاع الفناحي لتحقيق مستويات إنتاج أفضل وخلق مناصب شغل للشباب وتسجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من متطلبات التنمية المستدامة